لمناقشة أوضاع النازحين في العراق ومعاناتهم في ظل حديث وزيرة الهجرة والنازحين عن عدم إمكانية دعم مخيمات النازحين تنضم إلينا عبر اسكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني أهلا بك معنا دكتورة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وحيي مشاهدكم الكرام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك الدكتورة فاطمة وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت قطع المعونات عن النازحين ولربما هذا لا يبدو جديدا ولكن في ظل إغلاق بعض المخيمات ما أثرت لتلك التصريحات على مليون ومئتي ألف نازح؟ في الحقيقة وزارة الهجرة والمهجرين تصدر مثل هذه التصريحات هنا يعني مراعاة لما يمكن أن يحدث من تأثير يعني هذا في الحقيقة يعني يشبه الحرب النفسية التي تمارسها هذه الوزارة ضد النازحين يعني عندما يسمع أي نازح بهذه التصريحات وهم كما نعرف جيدا يعيشون أوضاع سيئة هذه التصريحات يعني معناها هو يأس من الحياة معناها تأثير نفسي سيء عليهم إضافة إلى حلمهم بالأمان الذي يعيشون في الحقيقة فيه في المخيمات سوف يعني يدفعهم إلى أنهم سوف يتم إعادتهم قصريا إلى مناطقهم التي أصلا الآن الميليشيات يعني تسيطر عليها والكثير منهم يتعرضون للتددات من الميليشيات يعني الحقيقة الوزارة تدفع بهم نحو الموت خاصة وأن هذه التصريحات يعني معناها مستقبلا أنه سوف يتم إعادتهم قصريا إلى هذه المناطق وأغلاق هذه المخيمات كما يعني حدث في الفترة السابقة عندما قام الكاظمي بأغلاق المخيمات وإعادت سكانها إلى مناطق مدمرة بشبه إعادة قصرية وهذا يعني طبعا يعني إبادة لهؤلاء الناس وتفعهم ناحو الموت هنا سؤال دكتورة فاطمة يعني لماذا هذا الإصرار على إغلاق المخيمات رغم عدم وجود بديل عدم إعمار البنى التحتية على الأقل في المناطق التي تم تهجير سكانها منها الحقيقة يعني الحكومة تحاول إغلاق ملف النازحين بأي طريقة كانت لأن النازحين يعني أصبحوا يعني يشكلون عبع على الحكومة خاصة الآن مع الأزمات ونذرة المساعدات بل توقفت المساعدات خاصة بعد أزمة كورونا التي ضربت العالم يعني وكما نعرف أن المساعدات التي يتلقاها النازحون هي من الدول المانحة والحكومة لا تقوم بأي مساعدة يعني يتطلبها وضع النازحين إضافة إلى ذلك هو عملية انتقام مستمرة من النازحين الذين أصلا تم تهجيرهم قصريا بدوافع انتقامية والآن يتم عادتهم قصريا من أجل لمعان في الانتقام من هؤلاء الناس الذين لا حول لهم ولا قوة والذين يعيشون أوضاع سيئة والآن هم يريدون أن يزيدوا سوء هذه الأوضاع بإعادتهم إلى مناطق لا توجد حتى فيها منازل تؤويهم لا تتوفر أبسط أبسط متطلبات أي عيشة كريمة تحفظ خرامة الإنسان إضافة إلى الكثير من المتطلبات الحياة الأخرى من إيجاد فرص عمل من مدارس من صحة كل هذه تفتقر لها المناطق التي تعرضت إلى تدمير كبير ونزح أهلها ولا يستطيعون لحد الآن العودة إليها من الملاحظ أنه يحدث ما يحدث الآن للنازحين في ظل صمت تام من قبل الأمم المتحدة ألا تتحمل الأمم المتحدة الجزء الأكبر من المسؤولية أم أن المسؤولية برمتها على الحكومة في ظل ما يعاني منه هؤلاء النازحين المجتمع الدول يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية مثله ومثل الحكومة العراقية هم يتقاسمون هذه المسؤولية خاصة وأن الأمم المتحدة قد دعمت العمليات العسكرية التي حدثت في هذه المناطق وأيضا كانت شاهدة على الدمار الذي وصل في هذه المناطق إضافة إلى ذلك كل وعود الأمم المتحدة كانت مع الأسف الشديد وعود كاذبة منذ بداية العمليات العسكرية لم تقم بأي مساعدة تذكر للنازحين إلا التي نراها على العلام وغيرها من أجل أن تبيض صورتها أمام العالم وتقول أنها قد ساعدت النازحين الأمم المتحدة الآن بنفسها تعيش أسوأ أوضاعها في ظل قلة المساعدات بل أن بعض الدول قد قطعت المساعدات كما حدث في وقت رئيس ترامب مساعدات المتحدة الأمريكية والآن أرجعها بايدن كل هذا يؤكد أن الأمم المتحدة مشتركة المجتمع الدولي مشترك في التعامر ضد حياة هؤلاء النازحين هل تعتقدين أن صمت المجتمع الدولي تحديدا في هذا الملف يتيح للحكومة أن تتجاوز أكثر في حقوق هؤلاء هو في الحقيقة لو لا الدعم الدولي لما تجاوزت هذه الحكومة وكافة الخطوط الحمراء التي تتعلق بحياة المواطن العراقي سواء النازحين أو حتى المواطن العادي الذي يعيش في منزله من كمية الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الشعب العراقي ولا زالت الأمم المتحدة لحد الآن تقدم صورة وردية عن الذي يحدث في العراق ورغم أنها تشير في بعض الأحيان إلى بعض الانتهاكات ولكن في الأخير هي تقول أن هذه الحكومة تبدل أقصى جهودها وغيرها ويتطلب مساعدة هذه الحكومة ويستمر الدعم الدولي لهذه الحكومة لكي تستمر بنهجها في انتهاك الحقوق العراقين سواء النازحين أو المواطنين العاديين دكتورة فاطمة سريعا لو سمحت عائلات نهر الإمام والقرى التي تحيط بها أيضا تواجه تعصفا مستمرا كما تعلمين من الميليشيات منذ المجزرة لتهجير كل من تبقى في هذه القرى هل برأيك هناك خطة متكاملة سياسيا وأمنيا بين الوزيرة والميليشيات؟ نعم بالتأكيد ما تقوم به الحكومة هو جزء من العمل الذي تقوم فيه الميليشيات الميليشيات تقوم بالتهجير وتقوم بالاعتداء وارتكاب الجرائم ضد سكان مناطق محافظة أديالة على العموم وتستمر بنهجها وخططها التي تأمرها بها إيران خاصة الميليشيات كما نعرف هي تابعة لإيران والحكومة تستمر بعملية التغطية على هذه الجرائم وأيضا اضطهاد النازحين أكثر من خلال عدم مساعدتهم عدم تقديم أبسط المعونات لهم التي تضمن لهم استمرارهم في الحياة ولذلك هذا يعني يعتبر طبعا تكامل في الخطة بين الحكومة والميليشيات شكرا جزيلا لك كنت ضيفتنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العلاقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني شكرا جزيلا لك